رياض محرز محمد اعترف بأنه لم يظهر بوجهه ومردود لم يقدم مردود قوية أمام المنتخب المصري وتحدث عن المستقبل تحدث عن الأخطاء تحدث عن أمور كثيرة في هذه التصريحات تصريحات مهمة باعتباره قائد للمنتخب الوطني إحدى من قولوش نجم لأن الناخب الوطني يرفض كلمة نجم في الندوة الصحفية لكن هو قائد للمنتخب الوطني وأحد أبرز لعبه تصريحاته مهمة جدا شاهدناه يتحدث حتى تعابير وملامح وجهه كانت تدل على أنه معترف ضمنيا أنه ليس في أفضل مستوياته هذا كان منتظرا منذ تأكد انتقاله إلى الدورية السعودي مع احترامتنا لهذا الدوري الذي يعد أقوى الدورية العربية لكن بالنسبة لقائد للمنتخب الوطني وأفضل لعب نظن أنه غياب الحافظ الرياضي محارز خاصة بعد تحقيق دوري أبطال الأوروبا وتحقيق مختلف الألقاب غياب الحافظ الرياضي أكيد سيؤثر عليه سواء في مستواه مع نادي الأهل السعودي أو حتى مستواه مع المنتخب الوطني هذا أمر منتظر لأنه ليس كل اللاعبين كريستيانو رونالدو وليس كل اللاعبين لديهم أسلوب وإيجيان دوفي مثل كريستيانو رونالدو ليس بالدرجة الأولى الشباع لكن لما تلعب في الدوري السعودي ويكون عندك مستوى البرمالليك كان قادر يضيف عام أو عامين على الأقل في البرمالليك وإن كان نظام ومستوى عالي وريت معالي ليخليك دائما تكون في المستوى في الدوري السعودي أكيد تلقائيا لما توقع في الدوري السعودي دهنيا يكون تاراخي أكيد يكون تاراخي هذا أمر طبيعي في كرة القدم لأنه ليس نفس الشالنج في الدوري السعودي وفي البرمالليك يستحيل أن يكون بنفس العطاء بنفس الجدية بنفس الريتم تعد تدريلة يعني ننتظر وش لازم يكون؟ تغيير يعني ننتظر يكون نتظرنا في المباراة يحكي يا أحكي أبو عنه لأنه شوفنا طفريشوب سمعت بوروبي وأخونا خطابة رنانة عجبني بالعرب والفصحة طالع طالع أنا غير بربرني كنت حاب يزيدي يقول ميكاين الحل ولا يبوز لكيسو كيف محرز راهو ماك كيف مطلت هكفي في قولي قال وعلاه ما يخرج سيقطر عليه سلبين مئة دقيقة لعب 100 مينوت إفاليل جو صوى 100 مينوت راهو في كل ريتم لي راكو تقول وقع هو ويقول هذا لو يقول يخرج ومبعد يدخل بو عنان اللي يراجع الفريشكو وما هوش كي ما لازم يدير المقابلة كي ما يلزم ومبعد الناس تتكلم لتماما مع محرز قال خويا ما ركش كي ما كنت باش محرز يحاودي شيري سيزي ممكن يفا في راهم ماتران بريباراتور فيزيك اللي حي لا لي ما يخدم باش يعاودي ولي لا فورم ويقدر يرجع نزالحي ينجم يرجع ينجم يرجع ينجم يرجع ينجم يرجع ويرجع بصحة دركة ماشي نهضروها نكملوا ولي فعليك ونشانج مو يفعليك ورجع صاشي خالي الخروج في المباراة ماشي بيدو بيد المدرب بيد المدرب بيد المدرب وناني نغضر معك نحنا قلنا لي لازم يكونوا لي يا أخي العزيز تاركم تنبن ومنور عفهمني ويلعب سعودية وقت لعب وافت زي افسير بيلعب اسمع أنا تكلمت لك أنا حلفت بالأمين ما نتكلمش على أي شخص آه نعم نتكلم كودبور التكنيك أنا قلت لك نورمال مو ما محرزة يقول لك ما نشك داود وقع الناس يتقول لاني كانت رشالة وجهة كانك نبدأ بنفسي يلعب سعودة 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 جون سيبا بصح يخرج ويدخل للجان يجيبنا لبليس أما بعد محرز قال يا أخويا محرز أنت جوار ما عندنا ما أقولوا فيك بس صح تعاوتوا لي البوات تاك تعاوتوا لي الفيزيك تاك باش تعاوننا هذا هو الإشكال عبد المالك لأنه في تحديات المقبلة نسحق ورياض محرز يكون في أفضل مستوى في أفضل لياقة كما يكون رياض محرز يعني في الأداء والمستوى التاع والعالي اللي عودنا به لأنه أكيد المنتخب الوطني مراش يمر بفترة نحش ويعداش فينا الفارق مثلا نسمح لي مالك بين صالح في المنتخب المصري مصري وماني في المنتخب السينيغاري كيفاش نقص الأداء نحكي على لعب آخر صنع الحدث في لقاء مصر وهو لعب واسطهام مهجم واسطهام سعيد بن رحمة لم يكن محظوظا محمد بروبي خلال تربص هذا الشهر شهر أكتوبر وقع له مشكل حدثتين لإسلام سليماني ولو أنه أمر عادي بين لعبين إسلام سليماني يتحدث على هذه القاضية قال أنه ثانية من يسدد ركلة الترجيح في المنتخب بن رحمة أراد أن يسجل ركلة الجزاء حتى يتحرر حتى يثبت للجميع ركلة الجزاء كان لا ينفاعل معه في خارج المبارد بأحقيته أمس نفعل وغضب بعقبة تغييره من قبل الناخب الوطني جامل بالماضي كان صفح زميل حسام عوار ورفض مصفحة الكوتش بالماضي هل رفض أم ما شافش يعني الإنسان لازم يسمع من زوج نعم احنا كنا شفنا اللقطة لكن هل كاين دليل باللي بن رحمة ما شافش بالماضي باللي جاي خمس معه هنا يعني حتى نعطي لكل اللي حقين حقه لقطات واضحة الأكيد في الموضوع أن ابن رحمة خرج غاضبا من قرار استبداله كان حاب يكمل يلعب فتصرف معه الناخب الوطني جامل بالماضي لقطة ليست في مصرحة المنتخب الوطني وليس فقط في الجزائر وإنما في مختلف وسائل الإعلام العالمية كلها علقت بسلبية هذه اللقطة أكيد أكيد بين سعيد بن رحمة ومدربه جمل بالماضي نحكيه على سعيد بن رحمة كيف تشوف نسب الزفقة لك نهاية سعيد بن رحمة مع المنتخب الوطني أتمنى ما تكونش نهايته بهذه اللقطة أتمنى ما سمعناش الجانب الآخر بالماضي الناخب الوطني تحدد في الندوة الصحفية عن هذه اللقطة قال لك يحكونا كورة قادمة وما نخرجوش لكن ما نقدروش ما نحكوش على اللقطة مماتيلة في العالم ككل الصحافي نحبول أنكره ويقدر يحكي معك في وطبال لكن هذه اللقطة احنا أول درس قريناه في الإعلام في الجامعة يقولك ليس الخبر أن يعض الكلب رجلاً ولكن الخبر عندما يعض الرجل وكلباً يعني حاجة كي تكون بيزار هي اللي تكره وهذه حادثة ولو أنه تكرر تقريباً ما حادثة مع المنتخب التونسي مع لاعب المنافس يعني هنا الأمر ما ولاتش حادثة ولات ظاهرة نقول الحادثة في علم الاجتماع كي تكرر يتولي ظاهرة علاش هذه السلوكيات هل الناخب الوطني راه يتعرض للضغط لهذه الدرجة ليخليه يكون بتصرف مماتل نحن في كرة القدم كل نعلم أنه نجوم إن صح التعبير سواء لعبين أو مدرب راههم مثال للأطفال للشبال يراهم يشوفوا المباريات كرة القدم ليست ممنوعة على الأطفال الصغار الكل شاهد المباراة يعني ما كاش سين محدد ما كاش سين محدد الكرة القدم يعني حتى طفلتها خمس سنوات ست سنوات يقدر يكون شاف هذه المباراة وكنا نذكر وزين دين زيدان في نهائي كأس العالم لما قام باللقطة مع مواتي رازي ما فعلت مع مواتي رازي لأنه قاسني في شرفي وأنا رديت طريقتي مانيش نادم قال هم عجز اللي درتوا كده ربتوا قالوا لكنني نادم لأنه كان أطفال كانوا يشوفوا المباراة نحن هذا هو اللي كنا حبين لأن الصورة شئنا بينا مدرة بصورة المنتخب الوطني ما كاش لازم تناولوها بهذا البصر قبل لنا مناطق الكلمة عبد الملك اسمع وش قال جامل بالمضي في ندوته الصحفية رفض التعليق على هذه القضية وقال إنها أمور تحدث بين لعبين بين المدرب واللعبين في غرف حفظ الملابس نستمع لما قاله بالماضي أول شيء من فضلك من فضلك ماشي دايما نقوله صلاة مع الإسلام خلينا نلق في كرة القادم وخلينا في اللعبة هذه الأشياء نعم صغير إذا خرج لأتي با كونتان لأتي با كونتان لما قالك أمور تحدث خرج ما كانش راضي وأنا كذلك لم أكن راضيا وحدث ما حدث لا داعي لتهويل هذه القصة شوف أخير دوان بدون تهويل بدون شيء آخر هذه صورة مؤسفة وسقطة من الناخب الوطني أنا أعتبرها رأيي سقطة من الناخب الوطني يعني في هذه المستوى ما كانش لازم يدير هذه السقطة أيضاً هذه تدور بصورة المنتخب الوطني أولاً وبصورة الناخب الوطني يقدر أن تكون هذا اللاعب عقده أيضاً يقدر أن تكون نهاية تعوي يعني في بيسؤلتها فهو ماذا؟ هذه المشاكل كما قالك هو التحل في غرف تغل الملابس أو يعني الحل التحل يكون على انفراد بينه باللاعب حتى الزملات عمي يقدروا شي يسمعوا وكان يجي في بارك ماما برحمة كان يشعر بغضب أو كان عنده نرفازة زائدة وصراً ما لا يحمد عقبه ما راح؟ أسكت قبل تصلح الأمور يعني لو كانش فينا شي جاولة تلاسون أو يعني مشدت بالأيدي يعني يقولوا باللي صورة هكذا هذه سقطة من الناخب الوطني يجي بعدم تكرارها خاصة أن الأمور هذه كما قال أخونا محمد رهية تكرت مرتين أو ثلاثة إن شاء الله ما نعودوش نشوف هذه الأمور المؤسفة لأنها تشتت بيت المنتخب الوطني اللوم حادثة غدوة حادثة غير غدوة حادثة أخرى وكما هو معروف لدى يعني اللاعبين والجمهور الجزائري ولا جميع مناصر المنتخب الوطني بالرحمة من اللاعبين أن يقولوا بلي هم العقلين كامل في المنتخب الوطني حسوا ما تسمعوش معروف عليه سواء في المنتخب الوطني أو في ناديه وسطهم هو اللاعب محترف ما كش حيتصرف ما مشوفت ردة الفعل تعو كانت يعني كانت بهدوء يعني استسلم الأمر الواقع شاف الناخب الوطني صرف مهبي عنف وما محبش يعود يردلو إن شاء الله هذه الصورة ردنا في قضية ديلور ردة فعل الناخب الوطني وين الكل مشى وقفصة في الناخب الوطني اللاعب لكن اللاعب في الأخير شفناه عاد إلى المنتخب الوطني نظن نتمنى أنه ما تكون آخر مباراة مثل ما يشاع لي سعيد بن رحمة مع المنتخب الوطني لأنه لو حدث ذلك يعني هنا تصريح لي كان في الندوة الصحفية بأنه شيء عادي أصبح شيء غير عادي ما حدث نتمنى أنه تكون مجرد لقطة عابرة لكن تبقى مدرة بصورة المنتخب الوطني وهذا يعني أنا ضد الناخب الوطني لأنه الآن أي لقطة تفسرها ولا تمد رأيك يتم تأويلها أنك ضد الناخب كشخص أنا أنا ضد شخص ما رأنا ضد مدرب لكن ضد التصرف لما رأينا حكا لا يتكرر كان لدي بروفايل تشوف موريليو و سيميوني كان لدي زونترينير لكن كما قلنا في منتخب وطني وفي مع لاعب كما قال لك معروف لم يرهوش لاعب مشاكل كانت سوران من الأفضل قلت لك ما كنت أعتقدر من لاعب كنت من تنرفز كانت الأمور كانت تمشي أحسن لاعب حتلك عبد المالك لم يكن محظوظ هنا ركلة مع سليماني بعدها ما حدث لهم ما حدث لهم يعني قال كانت حل المشكل صحيح ما دارش ما دارش طوري وكتب ليه جوند ما دارش ما دارش علي بن شيخ كيفش يتعامل لاعب ولا مدرب في وضعيات ممثلة مدرب يتعامل كوركتومو مع لعبين وحاجة اللي تنرفز ولا تنجم تربعد بعدك شوية على الأخر سي في الفي سيار واحد ما شافه نحن لعبنا وصرا وحويتش في الفي سيار لليوم كان لي ما تسمعوش بيهم نحن لليوم عجازو عندهم ما تسمعوش بيهم في الفي سيار مي بالراس يمنوع انا شفت خطرة وين زيدان داران شونجمو في ريال مادريد جوار ما خمستش مع زيدان زيدان كان يشوف في الماتش صحي يبادر بلي بالبالة بالبالة ممكن اللاخور روزعفان اللاخور زعفان مي كل واحد كيفاش بعد يلحقوا في سيار ممكن يتكلموا ما مولا لازم دبزا دبزا بساعة قعدة لتمعوه كان هذا مشاهدين اللفاضي لكل ما يخص لقاء الجزائر ومصر نعود ونذكر ان المنتخب الوطني وخلال الشهر المقبل الشهر الداخل شهر نوفمبر سيلعب أمام منتخب الصومال في تصفية المونديال قبل أن يواجه المنتخب الموزنبيق دائما في تصفيات المونديال الموضوع المولي خص ومشكلة ديون القنبلة الموقوطة قنبلة المستحقات وما يؤرق الفاف ورئيسها الجديد وليد صادي بعد الجكل قنبلة ديون المستحقات العالقة عبد المالك عشية ثلثة اجتمع رئيس الفافا وليد صادي مع مدربين مع مدربين كذلك مع ملاعبين سابقين ومع رؤساء أندية لتبحث في هذه المعضلة هذه المشكلة التي تؤرق بالمسؤولية الاتحاد الجزائري لكورة القدم على رأسهم وليد صادي لإيجاد حل لهذه المشاكل المشكل الديون والمستحقات خاصة في ظل تهديد بعض الأندية بالانسحاب أو مقاطعة البطولة في قسم الهوات أولها اتحاد الحراش بعدها أمل الأربعة كذلك هلال شرغو من عيد وأندية أخرى بسبب سياسة الكيل بمكيالين منح ملايير ممليارة لبعض أندية القسم الأول أندية أخرى تتخبط في الديون ديون ساهم فيها مختلف الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة هذه الفرق ونحن دائما في هذه الدوامة في كل موسم تجد مدربين ولعبين سابقين وقفات احتجاجية أمام مقر الفاف تندي التهديد بالنجوء إلى الفيفا 350 مليار ترجمة نانسي قنقر موسيقى